السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بحضراتكم جميعاً في الفيديو ده إن شاء الله حنتعلم كيفية الكتابة 3D على أي موديل SketchUp والنقطة التانية هو أن إزاي أخذ أبعاد في برنامج SketchUp أو هنتعالوا نتعلم أول جزئية أولاً علشان نوصل للأوامر دي في قيمة جديدة لازم تشغلها عندك طيب هنكنسل قيمة عشان نعرف إزاي هنستدعيها في برنامج جوجل SketchUp كل اللي هنعمله إنه نحن هنروح على أي مكان فاضي من أعلى ونضغط click key mean هنلاقي في قيمة ظهرت لنا هنضغط على حاجة اسمها large tool set هنضغط عليها هيظهر لي مجموعة الأوامر دي هلاقي فيها الأمر الخاص بال3Dテكست وفي نفس الوقت الأمر الخاص بالdiamond shop تعالوا نتعلم أول جزئية معنا وهي إزاي أكتب 3D في برنامج جوجل SketchUp كل اللي هنعملنا هنضغط click على 3Dテكست هيظهر لي مربع المربع ده في جزئ هنا أقدر أكتب فيه وفيه بعد كده نوع الخط أقدر أختار نوع الخط اللي يعجبني من الجزئية دي اللي هو الفونت وفيه حكتب كتابة من اليمين ولا من الشمال الالاين والارتفاع بتاع الكتابة ويعني حجم الكتابة تمام كل اللي هعمله إنه أنا هضغط في المكان ده وابتدي أكتب الكتاب اللي أنا عايزها وليكن عايز أكتب أحمد بهذه الطريقة ثم بعد ذلك بابتدي أضغط place place دي يعني معناها هبتدي أضع التكست اللي أنا كتبته فيه ممكن أضعه على الوجهة ممكن أضعه على الأرض ممكن أضعه على الباب في أي مكان يعجبني وليكن دي فيلا وصاحبها اسمه أحمد ممكن أضع التكست بتاعي في الجيوس إيا دي بهذه الطريقة تمام بعد ما بضع التكست بتاعي بلاحظ إنه عبارة عن component أقدر أتحكم فيه لوحده يعني أقدر أتحكم فيه لوحده يعني بكل بساطة بعد ما أنا كتبت التكست ده أقدر إن أنا أخش على materials وابتدي أختار أي material من هنا وابتدي أضغط click على الكتابة بتاعتي فتاخد المaterial اللي أنا اخترتها تمام وإيه تاني أقدر إن أنا أضغط على أمر scale أختار طبعا الكتابة بتاعتي وابتدي أكبر الكتابة بتاعتي بهذه الطريقة تمام وأقدر كمان إن أنا أضغط على أمر rotate وابتدي ألف الكتابة بتاعتي بهذه الطريقة تحكم فيها عمل ctrl z وابت وكمان أقدر أختار أمر move وأقول له move وحرك الكتابة بهذه الطريقة تمام وفي حاجة جميلة جدا جدا كمان أقدر أعملها إن أنا ممكن أضغط double click على الكتابة بتاعتي في حلقة نفسي دخلت جوا الجروب بتاع الكتابة دي بكل بساطة فمنها لو ضغطت على أمر bush إن أنا أعمل extrode للكتابة بتاعتي أكبر الاكسترود بتاع الكتابة بهذه الطريقة يعني أنا ممكن أضغط على حرف d بعد ما عملت له bush ممكن أسيب الحرف اللي بعده وأخذ اللي بعده بهذه الطريقة وأسيب ده وأخذ الأولاني فإذا أنا أعملت تشكيل في الاكسترود أو في البوش في التكست بتاعي أو أعملت أضرر بهذه الطريقة double click بهذه الطريقة فإذا دي حاجة جميلة جدا في في برنامج جوجل تمام هطلع بره جروب هطلع بره جروب بتاعي طبعا هاتفي الشادو مشان بس يبان معي الشغل هطلع بره جروب تمام لو حبيت تأكتب مرة تانية هضغط على سريدي تكست تمام لو ضغطت على سريدي تكست مرة أخرى هيظهر لي نفس المربع أقدر أكتب أرقام مش لازم حروف فقط واضغط بليس هحطها في الجزء ده زي ما اتفقنا ان انا ممكن اديها متريال وكبرها وصغرها برحتي لو اخدت نسخة من التكست ده ودخلت جوه الجروب ده هلاحظ ان اي تعديل بعدله هنا هيتعدل في النسخة التانية لانه component يعني لو جيت كبرت الخامسة دي كبوش لها هلاحظ ان هو بيكبر معايا في النسخة الاولانية لو جيت مساحة حرف الرقم الاولان ده هيتمسح في التاني فاذا دي حاجة جميلة في التكست ان هو بتعامل كcomponent ان انا لو عندي اكثر من فيلا في تخطيط اقدر ان اعدل على واحد فالتاني هيتعدل بشكل automatic تمام تمام طبعا اقدر اكتب عربي يعني انا ممكن اكتب عربي وممكن اكتب انجليش في الامر ده فده الجزء بتاعنا الاولان اللي محتاجين نتكلم عنه يارب يكون مفهوم بالنسبة لحضراتكم لانه امر جميل جدا بصراحة بيساعدني بشكل كبير ان انا اكتب رقم فيلا اسم فيلا وهكذا الجزء التانية اللي احنا محتاجين نتعلمها في الفيديو ده وهو ان ازاي اخد ديمانشن بكل بساطة هروح للخيار اللي اسمه ديمانشن وابتدي اشوف الضلع اللي انا عايز ايز بعده وابتدي اضغط كليك في البداية واروح اضغط كليك في النهاية واسحب واضغط كليك عشان اسبت البعد بتاعي حالاء ان انا قدرت ااخد ديمانشن بمنطهة البساطة زي ما هو واضح قدام حضراتكم تعالوا نكرر نفس العملية حتي دي اضغط اخد بعد للضلع ده اضغط كليك في البداية واضغط اسف حضرات منشن مرة اخرى كليك في البداية وكليك في النهاية واسحب واضغط كليك حلاحظ انه كمان قدرت ااخد البعد ده من الموديل وكمان اقدر ااخد بعد رأسي بهذه الطريق اضغط كليك واضغط كليك في النهاية هنا واسحب واضغط كليك حلاحظ ان انا قدرت ااخد الارتفاع بتاعي الشكل بتاعي وكمان اقدر اخد ابعاد الاشكال الصغيرة اللي زي التشكيل اللي احنا عاملينه ده بمنطهة بساطة اقدر اخد البعد ده من الموديل بتاعي والمسافة بين ده وده مسافة بين ده وده وبلاحظ انه بتعمل لي سناب على اخر بعض دي يعني بديني شكل جميل جدا ان الديمنشن يبقى متصل ببعضه بهذه الطريقة بهذه الطريقة اقدر اخد الابعاد اللي انا محتاجه كأنني بتعامل على برنامج الوتوكات كده فدي حاجة جميلة جدا صراحة موفرها لنا برنامج جوجل اسكتشاب هذه الطريقة فدي الطريقة اللي انا بقدر اخد بها ابعاد في برنامج سكتشاب وفي ميزة جميلة جدا كمان ان انا ممكن بعد ما باخد الابعاد اختار مجموعة الديمنشن اختار مجموعة الديمنشن بتاعتي اللي انا اللي انا عملتها وقال لكم واحد واحد بهذه الطريقة كنترول واختار الثاني كنترول واختار الثاني عشان اختارهم كلهم بهذه الطريقة واضغط على امر موف وعمل لهم موف بتحكم فيهم يعني مش موجرد ان اختار منشن خلاص مقدرش تحكم فيهم لا بتحكم فيهم عادي جدا بلهم موف لجوه موف لبرا ممكن اخجيبهم في الجوزقية دي كده ويظهروا معايا في المودن هي دي الطريقة اللي انا باخد بها الابعاد يارب تكون مفهومة لحضراتكم ويارب تكون بسيطة طبعا امرين جمال جدا يعني في برنامج كتشاب بيساعدوني في الشغل هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله من خلال المحاضرة بتاعتنا النهاردة يارب اكون قدرت اقدم لك اضافة وافادة في محاضرتنا النهاردة اشكركم الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته